ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أثناء تدخله لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم وقالت المديري العمال الأمن الوطني إن المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة وهو من دوي الصوابق القضائي العديد كان قد تم ضبطه متلبسا بحيازة دراجة نارية متحصلة من عملية صرق بالعنف قبل أن يعمد لتهديد شرط مرور بواسطة أداة النرادة بغرض تسهيل فرار مشاركه في هذه الأفعال الإجرامية على متن الدراجة النارية المصروقة وبحسب المديرية فقد مكنت الأبحاث والتحرية الأمنية المكتفة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من تحديد هوية المشتبه فيها الرئيس وتوقيفه بمنطقة قروية بضواحي الجرف الأصفار وأوردت المديرية العمال الأمن الوطني بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفية هذه القضية فيما لا زالت الأبحاث والتحرية جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة ترجمة نانسي قنقر